حالة من الغموض وعدم الاستقرار تعيشها ليبيا ففي ظل عدم سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة أمنيا واقتصاديا هدد ثوار الزنتان على لسان قائده مختار الأخضر كل من يمس الشعب الليبي وقبائله متهما المؤتمر الوطني الليبي بالرغبة في إقامة ديكتاتورية جديدة هنرى هناك ناس تريد التشبت بالكراسي وتريد أن تمسك ليبيا بالقوة الآن نحن كمجلس العسكر الزنتان نقول إلى الشعب الليبي نحن مع الشعب الليبي سنقف جاهدين بكل قوانا والمساس بالشعب الليبي أو بقبائل الليبي الشريفة في أي كان مكان نحن سنتصدى له وسنصحقه صحقا هذا التهديد جاء بعد قرار المؤتمر الوطني الليبي بتمديد فترة عمله وذلك لمنع حصول فراغ سياسي بحسب تعبيرهم ويتفق معظم الليبيين وجميع الأطراف السياسية مع موقف ثوار الزنتان الرافض لقرار المؤتمر إلا أنهم عبروا عنه بتنظيم تظاهرات سلمية حاشدة كما طالبوا بتجميد عمل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء من صياغة دستور للبلاد وتفعيل الجيش الوطني والشرطة وفي خضم هذه الأحداث أتت تصريحات وزير الدفاع الليبي عبدالله الثني عن إحباط محاولة انقلاب عسكري لتطفي مزيدا من الغموض على المشهد السياسي ليقلل من شأنها رئيس الحكومة الانتقالي علي زيدان إلا أن مصادر أمنية أكدت لصحيفة الشرق الأوسط رفع حالة التأهب في صفوف القوات العسكرية والأمنية التي تتولح إماية وتأمين مقر المؤتمر الوطني العام والحكومة الانتقالية والوزارات والمصالح الحيوية الأخرى جمان خوجة العربية